بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلا شوف المسالين سيدنا محمد رسول المينة مبعد زوك يا شباب النهار دا ان شاء الله هنتكلم عن برنامج المستر تايبينج لتعليم الكتابة باستخدام طريقة اللمس لو جينا على السترش نقفل قيمة البرامج وكتبنا المستر تايبينج بالشكل دوت المستر تايبينج هيطلع الملف بتاع البرنامج اللي هو احنا هنشتغل عليه طب ام لو ضغطت عليه كده هيفتدي البرنامج يشتغل معاك اول حاجة بتديك البروفايل اللي انت بتشتغل به بتكتب اسمك تمام كده وعكية اقول له اوكي هتلاحظ الانتروفيس طلب اللغة الانجليزية ممكن انت تتحول له عربي عن طريق اللانجوش لو انت جيت في اللانجوش هنا تلاقي في الانتروفيس وهتلاقي في انجليش وفي عربي هنختار عربيك هبسط لاي البرنامج يتحول كله باللغة العربية وبعد كده هنبتدي نشوف اللغة وهنشوف روحة المفاتيح ونخليها باللغة هي العربية طبعا هي بتشغالها هنا وطبعا متأكد ان كمان اللغة العربية هي المستخدمين من داخل فاتح معنا برنامج البسطر طيب بشكل دوت البرنامج سهل ومبسيط وفي نفس الوقت مفيد جدا جدا للي عاوز تعلم الكتابة بطريقة اللمس لو انا جيت هنا في المستخدم يقول لك المستخدمين بتوعك انت ممكن انت هاي المستخدم وتشوفوا الاحصائيات وكده لو جيت في دروس التعليمية هتلاقي ان في مبوعة من دروس التعليمية ده ممكن انت استفيد بها لو انت حابت تتعلم حاجة عن طريقة اللوصة مثلا نجينا هتريم واحد ديت تصميم لوحة المفاتيح يختلف من تطبيق الاخر هتلاقي متديك الشكل دوت ولكن المهام التي تقوم بها لوحة المفاتيح واحدة في الجميع تقدر تسمع دروس ديت وتشوفها ماشي ازاي هتلاقي بعد كده مجموعة الدروس اللي هي المبتدئ ومتوسط والمحترف ومجموعة من التمرينات وبعد كده مجموعة من ادوات زي مثلا من ظلحة المفاتيح والخط واللغة ولكن اللي هي مجموعة الدروس اللي انت ممكن تشتغل عليه عشان تبتدي تتعلم الكتابة بطاية اللمس اول حاجة نخش على المفتدي ونخش على المفاتيح الاساسية وبعد كده نخش على المفاتيح الاساسية هتبص ليم يديك لوحة المفاتيح بالشكل دوت وشكل ايدين على لوحة المفاتيح اللي هي الكمنت شسب وما بينه من الالف واللم ده هو صف النتكاز عندك ويقولك ان وضعك على المصدر هتكون بالشكل دوت ويبعد هتحط لدك بالشكل دوت وعلى كده تبتدي تبص للشاشة وعلى كده تبتدي تكتب تعال نجرب كده نكتب مثلا المجموعة الحافظة الموجودة وبعد كده الباء الباء الرياء الرياء ثم النون ثم ميم ثم السين مسافة سين ميم شين كاف تا با تا يا تا سين تا شين نون با نون 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 ميم با ميم ياء ميم سين وهكذا لحد ما تكمل التمرين طبعا انت شغالت بتخبها مركز نظرك على الشاشة وتبصش على المفاتيح لحد ما تبتدي تحفظ المفاتيح بتاعتك يا وتفضل شغال كده لحد ما تخلص التمرين ويستحسن نتعين التابلين مرة اثنين وثلاثة لحد ما تتقن الصف اللي انت شغال عليه اول تابلين طبعا مجموعة التابلين دي بتبقى على صف الارتكاز اللي هو الصف اللي اعتبر فيه في الوسط اللي انت شغال عليه دولتين وتفضل شغال على الكتابة لحد ما توصل للاخر تمام تمام وبعد كل تابلين بيبتدي دي كواء الاحصائية او الستاتيستيكس بتاعتك في الكتابة بيقول لك انت مسلا صورتك كام في الديئة لحد الوقتي تمام كده ويقص بس ان الاحصائت احيانا احيانا بتبقى مقلوبة شوية يعني هي كلمة كلمة في الدقيقة انت قددك الكتابة 81 كلمة في الدقيقة تمام دقتك في الكتابة 97% عاصل ان انت اخطقت فيه في شوية حاجات وهكذا دي مجموعة من الحساسات التي تساعدك ان انت تعرف مستقفين في موضوع الكتابة خلص التمرين هو بيجلب التمرين على التمرين الثاني البعدي على طول فانت بتيجي تقسم مقتك بحيس ان انت تاخد مفتاح الساسية مثلا تاخد منها 85% مثلا مفرئين من التانية تاخدك 85% مثلا ومفرئين من التانية مثلا تاخدها 80$ ومسك في الاختمرات ومعكد تخش على الصف الاساسي الصف العلوي الصف السوفي كل المفتاح تمام كده لو انت حاسس ان انت تقدمت المفتاح وتتخش في متوسط وتبتدي تشغل على كلمات كالتاة التداول على التشكينات في بعض كده برضو الارقام ورموز ومطق تقيق الارقام المهم لو انت بسكتب البرنامج دوت لفترة طويلة واتشتغل عليه فترة كويسة مستمره بشكل مستمره يعني هتقدر ان انت تتقن الكتابة عن طريق اللمس وهتلاقي ان انت هتستفادك بها في تسريع كتابتك على لغة حتي المفاتيح البرنامج تشغيل بلغتين باللغة العربية والانجليزية والناس الذي يُكتب عربي تسريعا تعمل على لغه العربية والناس الذين يتزды عليهم تسبب وجهة التطبيق باللغة في انجليزي واغار اليوgeht الوجهات والانجليزي أن تخلي 인جليزي طبعا كده وفتحنا اي تأمين منهم هيبتدي التأمين بتاعكزها باللغة الانجليزية بشكل اوه بحيث ان انت تديك اللوحة بتاعتك باللغة الانجليزية وزيد التعامل مع الكتابة باللغة الانجليزية ازا ما انت عاوز البرنامج جميل جدا جدا والنتاج شركة اسمها شركة 3D Computer Cube حاجة زي كده اعتقد يعني لو احنا جاء في العباوت هتلاقي اسمها شركة هي 3D Computer Center طبعا كده ده الشركة المنتجة للبرنامج طبعا البرنامج يمكن ان تشوفه على الانترنت او تشتري من اي مدجر او من شركة ربسها وبحيث ان انت تقدر تستخدمه وتستفد به دي كانت معلوماتنا النهاردة في تعلم الكتابة بتاريخة اللمس وان شاء الله تكون استفدتوا بها ازاعكم في الفيديو وتعمل الكممنت لايك اشير لي واذا عبركم القناة الانجليزية باني اصابة اشكرها في داخل القناة وكل كون شاكرين كما لكم مهندس مصفى عبدالقدر زويدي مقاطم مصفى زويدي اليوم الحيسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته